احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور ايمن بهاق الدين نائب الوزير للتعليم الفني يا دكتور مساء الخير عليك واهلا بحضرتك وطبعا يعني بعد اعلان النتائج بيبقى فيه فترة كده من التظلمات ويعني تفاصيل كتير تخص الامتحانات لكن بداية احنا معانا احمد ويوسف من اوائل التعليم الفني فعايزين من حضرتك رسالة ليهم ورسالة بشكل عام عن الامتحانات والنتيجة السنية طيب يعني طبعا اهلا بحضرتك وطبعا احمد ويوسف اهلا بيكو يعني مبلوك طبعا من النجاح والتفاوق والمركز الاول وربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله وفاقكم فيما هو قادم يعني انتم مجتهدين وزي ما شاهدوا كده الاجتهاد هو اللي بيبقاله نتيجة فان شاء الله تكملوا في هذا الاجتهاد وتكملوا في التعب وان انتم تشتغلوا اكتر وتحصلوا اكتر وربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله ايا كان لاتجاه انتم نويين تكملوا فيه هتكمله تعليم عادي هاته ستجاهات مختلفة هتحكم سوق العمل بشكل مباشر زي ما انتم عايدين طبعا مرباني وصبات واختاد ويكرمكم يعني ولكل مغني بالم shareholders يا رب يا رب للسنة اللي فاتت قد ايه وحضرتك شايف النتيجة السنة دي عام ازاي طيب يعني طبعا أنا حدا أكعرف أنني توليتي المسؤولية مؤخرا يعني في كل المحلات بالنسبة لي تعتبر يعني لسه جديدة أنا أشوفها السنة دي جزء بتاع التعليم الفن الحقيقة كان السنة دي في النتاج دي أول مهمة إمكان أنا أمت بيها لم أعرض وعلنا النتاج وهي يعني متفوتة من نوع تعليم للنوع تعليم نحن عندنا 25 نوع تعليم مختلف بالتعليم الفني ديبلوماد بتخصصات مختلفة بعنظمة مختلفة في 30 وفي 50 وغيره فلا أنا شايف النتيجة نتيجة طبيعية النتيجة كان فيها يعني زي ما أقول حباك كالينا أقول إيه متوزعة تنزيع طبيعي جدا بالنسبة التخصصات المختلفة ما عندناش نوع المجامع الانسجارية وكل ناس تنجح وكل ناس بتطلط لأحية أنا شايف أن الناس اللي عارضت علي في كل نوع من نوع من النوع التعليم والنسبة الإجمالية رقم معقول جدا جدا طبعا عندنا دور تاني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ساتة نوع من نوع من نوع من نوع من نوع أحية إن شاء الله كاي دكتور أنا ما أريد من حضرتك رسالة واللي بفكر يدخل التعليم الفني اللي بيفكر يدخل التعليم الفني مين يصلح للتعليم الفني ومين يحتاج إلى جاع نفسه أو يشتغل على نفسه أكتر عشانما يكون موجود في التعليم الفني بكل ما حدث فيه من تطور كبير مركوض بشكل كبير الفترة التي فاتت خلينا نقول الملحية التعليم بشكل عام هو منظومة لها دور مهم جدا في المجتمع هي المنظومة الشرعية للحراك المجتمعي والحراك المقصابي والتطور ما فيش حد يطور نفسه اللي ما بيتعلمه اي مكانها نوع هذا التعليم الحقيقة نظرة المجتمع ونظرة المجتمع المصري بالذات على مصدر العالم كله تغيرت نوعيات التعليم بشكل كبير جدا لان اولا نحن بنتكلم عن المستقبل المتغير جدا الوظائف التقليدية اللي احنا عرصينها دلوقتي بتختفي وبيظهر مكانها وظائف تانية كتير قوي نتيجة التطور التكنولوجي الرهيب لحظ في العالم كله وبالتالي نظرة بالوقتي انا عايز اتعلم ما يؤهلني بسوء العمل مش بس يؤهلني بسوء العمل دلوقتي لكن يؤهلني ان انا افضل في هذا السوق لمدة 30 سنة عمر العمل الطبيعي المتغسط محليا وعلى مين ده محليا ودوليا لان كله محليا دي خلاص احنا عايزين الريحة لان خلاص العالم كله دلوقتي كيبقى مكان واحد تنافس دلوقتي محليين كل خرجين انواع التعليم مختلفة على مستوى العالم فالحقيقة النظرة للتعليم الفني والتكنولوجيا تغيرت جدا لانه هو تعليم مؤهل لالعمل ده اهم حاجة وده اللي اشتغل عليه الزملاء في خلال الفنوات اللي فاتت وانا جاي بكمل شهرهم ازاي نقدر نشتغل على تعليم مؤهل دي المزايا فرسالتي لكل الناس خلينا لأول رسالتي للمقابلين على التعليم بكل انواعه انتو اليهاردة عندكو مصادر من تعلم مختلفة خالص على مجلة السنقة انتو عندكو وعي كبير جدا 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 غير تمان انتو فاهمين كويس وشايفين كويس من المستقبل اللي يمكن احسن مننا فانت امشي ورا اللي انت شايفه وان انت اتنافق ادراتك مفيش حاجة مش محتاجة شوك مفيش حاجة مش محتاجة اجتهاد اي نوع من انواع التعليم اي نوع من انواع التطوير محتاج ان انتو تشتغل على نفسك فانتشوف ايه انتو بليك وامشي وراه الثالثي من اولياء الامور واخواتي يعني الاباء والامهات احنا وظيفتنا ان احنا ندعم اولادنا ونوفر ليهم كل ما نستطيع عشان يبتدوا مستقبلهم ونعايز ان يثقوا في اولادهم ويثقوا في اختياراتهم ثاني انا بقول ان اولادنا عندهم وعي وعندهم نضب مكانش موجود قبل كده في الاجيان المسادقة الآن يروح تعليم عام وندعموا فيه كل انواع التعليم محتاجه مجهود كل انواع التعليم محتاج ابتهاد احنا تقليل على المستقدة تنافسية جدا الشاطر فيه هو اللي هيعمل لنفسه مكان وهيعمل لنفسه مكانة بإذن الله تعالى التعليم اللي يديني وظيفة محترمة ويديني مجال شغل محترم هو ده التعليم اللي في القناة ببساطة شديدة جدا صحيح صحيح دكتور آمن بعد إذن حضرتك أخيراً كده وفي عجالة بعد إذن حضرتك يعني خطة الوزارة في العام الدراسي المقبل بأمر الله يعني هل فيه أقسام معينة هتطور أو هتضاف بشكل عام يعني طيب حضرتك عارف طبعاً أننا كوزارة بقالنا يمكن أسبوعين موجودين في وزارة الدكتور مصرحوم الدولي الجديدة إحنا تقريباً ما عنداش في مكاتبنا من أول ما تحملنا بالقادة السياسية أخسامنا الديمين التستوري إحنا موجودين كل يوم في محافظة وفي مدرية وفي مدرسة بنرسل الواقع بشكل كبير جداً من الأرض وعندنا مجموعة من الخطط اللي بنقاشها بالوقت مع كل الزمل المسؤولين لحد المدرسين يعني إحنا نشتغل من أول المدرس لحد القيادات في المزارة عشان نطلع بخطة مش مجرد خطة استراتيجية لكن خطة تنفيذية نحن تقريباً وصلين في الوقت 20 إجراء عاجل هيشتغلوا خلال الشهرين اللي فاتوا قبل ما ندتدي إن شاء الله بإذن نحن ندتدي على عام دراسي مختلف تماماً في مشاكل إحنا شايفينها بنشتغل على حلها زي مثلاً تعليم الفني مختلف عن بقية أنواع التعليم إنه محتاج خامات ومعدات للتدريب تمام طبعاً تعليم عملي بشكل كبير ودي كافية مشكلة إحنا حلناها سواء في الموازنات المخصصة من الدولة في هذه الموازنات أكبر توزيع الموازنات ديت بشكل مباشر دي المدارس المدريات ومخصصة للأنواع التعليم الفني بأشكاله المختلفة وفيه تطوير ضخم جداً جاي الفترة الجاية في نوعيات البرامج عشان إحنا بيجون تاني إحنا تعليم مؤهل للوظائف ويس جداً عشان دراسة جبيرة جداً فيها أكتر من 200 ل300 وظيفة مستقبلية وما زلنا بنشتغل عليها منظومة الجادرات اللي أسازتنا السابقين رحنا تقولوا عليه الدكتور محمد مجاهد المائد السابق ربنا يغفر له يا رحمه يعني يقدموا لهذا الوطن يعني منظومة الجادرات منظومة هيلة الحقيقة لأنها بطول الخريج جدير اللي أعمل واحدتين تلاتة وبنعملها واحدة واحدة تبقى للخطة اللي كانت موجودة فإن شاء الله السنة اللي الجاية هيبقى فيه تعديل كبير وهنشتغل وإن شاء الله اللي أدي مهمتنا وييجي بعدنا النفس تكمل اللي هيجوا بعدنا هم أولادنا اللي نحن نكلمهم دلوقتي أنا مطاقة أحمد ويوسف بعد كام سنة واحد منهم قاعد في مكاني واحد منهم قاعد في مكتب للوزير يبقى وزير إن شاء الله وهم اللي يقودوا بإذن الله وزميلهم اللي دايما دكتور أيمن يعني بنشكر حضرتك جدا جدا وبنسمن والدور والمجهود اللي الوزارة بتعمله دور يعني محمود جدا جدا وبالتوفيق دايما يا رب شكرا دكتور أيمن بهاي الدين نائب الوزير للتعليم الفني